أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حرص المجلس على دعم العلاقات البرلمانية مع مجلس الأعيان الأردني وتنسيق المستمر بينهما لتحقيق مصالح الأمة العربية والشعبين المصري والأردني على كافة المستويات جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز في العاصمة الأردنية عمّا حيث أشهد الجانبان بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات كما التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفاضي وبحثت طرفان سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين كما أشهدت طرفان بحرص القيادة السياسية في مصر والأردن على مساندة بعضهم البعض في مختلف القضايا التي تخدم البلدين والأمتين العربية والإسلامية وفي سياق متصل عقدت جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأردنية اجتماعا تم فيه بحث سبل تطوير العلاقات البرلمانية بين الطرفين في الفترة القادمة